على الشاشة هذه الصور التي كان خلال يقوم فرق الإنقاذ بإنزال حبل على ما يبدو لمحاولة إنقاذ الطفل حيدر طبعا هذه قبل أعلان وفاة الطفل كان في مساعدة إنزال حبل ورفعه من خلال الحبل قبل بدأ عمليات الحفر في المنطقة حاولت فرق الإنقاذ رفعه على ما يبدو لمسافة عشرة أمتار ولكن تساقط الصخور والأحجار أعاق عملية الإنقاذ وسقط الطفل من جديد بدعة أمتار إلى داخل الحفرة أو داخل البئر وكان خلال الأيام الماضية يتجاوب مع جهود فرق الإنقاذ ولكن على ما يبدو لم يستطع جسد الطفل أن يتحمل البقاء بهذه الظروف فترة طويلة وللأسف يعني فرق الحياة هذه الصور مشاهدينا نعرضها في هذه الأثناء خلال العمليات الإنقاذ قبل أن يتم الإعلان عن وفاته ترجمة نانسي قنقر